وفي هذا السياق فتح شهاب صديق الناطق والرسمي لتجمع الوطني الديمقراطي فتح النار على خصومي الأميني العام للأرندي أحمد يحيى متهما إياهم بمحاولة التموقع داخل الحزب مثل ما رصده الطهر بنزين كثير منهم ما عندهم حتى صيلة عضوية بالتجمع الوطني الديمقراطي وانقاطعوا على النشاط منذ أمد طويل وبالتالي أعتقد أنه لا يحق لهم الكلام باسم التجمع الوطني الديمقراطي أو يطلقون الصفة على أنفسهم أنهم إطارات وأعظام وبالتالي أعتقد أن النضال الموسمي اللي يحب يترسم بدون ما يفود على المسابقة على رأي الطبقة العريضة ما بقاش عنده جدوة مع الأسف الشديد لإخوانها